الأحلام لا حدود لها كثير مننا من يعتقد أن هذه العبارات هي جمل تحفيزية رمزية لا علاقة لها بأرض الواقع إلا أن بطل قصتنا هذه أثبت عكس ذلك وكان حلمه من دون حدود فعلا بل يمكن تحقيق الأحلام بالإرادة والإصرار وأيضا العزيمة يعمل الشاب المصري إبراهيم عبد الناصر منذ صغره على شواطئ محافظة الإسكندرية بائعا متجولا للفريسكا لمن لا يعرف ما هي الفريسكا هي حلوة تقليدية في التراث الشعبي المصري دائما ما تبع فقط على الشواطئ في مصر لا نعلم لماذا تحديدا في الشواطئ ولكن قصة إبراهيم ليست في كفاحه في بيع الحلوة فقط فقد تداول رواد مواقع تواصل اجتماعي فيديو لهذا الشاب عبر فيه عن أمنيته في أن يلتحق بكلية الطب إبراهيم لا يحلم فقط بل يعمل بكل جد على حلمه فرغم انشغاله ببيع الحلوة لماذا ليحصل مصرفات حياته ودراسته وأيضا ليساعد أبيه ويساعد أسرته استطاع الطالب المجتهد أن يحصل على معدل 99.16% في الثانوية العامة هو معدل كبير جدا في مصر يأمل بالاختصاص في الجراحة العامة ليحقق حلمه ويحقق الفخر لأسرته وأبيها الذي يعمل أيضا بائعا للفرسكا تدرس فين؟ إن شاء الله السنة الجاي وعددي تب بشر أنت قد تسنرية عاما السنة دي؟ جل 99.16% الله أم صلي على النبي مدرسة ايه؟ الشعادة 25 نار في اسكندرية اسكندرية؟ أبوك بالشغل ايه؟ أبويا شغالت في رسكا وانت عندك كم أخ؟ عندي أخي خالد وشغال برضو معنا وعندي أختي يدرس فين أخوه؟ أخي خالد لسه أعدادي أعدادي؟ طلت أعدادي وأختي ستت في ذا لسه وانت عايز تخش طب دي يا أبراهيم؟ على الأل فرحت أبوي يعني انت؟ طبعا هو حلم يعني وده حلمي بالنسبة لي ما هو معنى أنا أخش طب ده حلمي بالنسبة لي؟ حلمك كان من زمان؟ طبعا من زمان؟ عايز تتخص معين ولا أي حاجة؟ إن شاء الله جرح أعمل جرح أعمل؟ جرح أعمل؟ لتنحدد هدفك أبراهيم؟ هنلعب يعني؟ تليفونك كم أبراهيم؟ 0-12-5-3-9-3-9-1 عشان لما توصل أبراهيم أبقى كلمك في تليفون أقول الجلع ده كان صحب ده جلع أبراهيم إن الجميل إنه ابتسمت الأمل لديها أيضا رغم أنه يعني يعمل في مهنة صعبة هو يتحرك على في الشمس طوال النهار ليبيع الفرسكة أو يبيع الحلوة لجميع مرتدي الشواطئ لأنه يتحلى بالأمل وبالبساطة وبالتفاؤل والبشاشة هذا أيضا جميل جدا طيب بعد طبعا وكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي في هذه القصة ونبدأ من تعليق كان من صارة فهمي قالت فيه شاب يفرح ربنا يكرم أمه وأبوه على التربية والأخلاق دي وربنا يكرمه ويحقق له كل أحلامه هو وكل الشباب اللي زيه تعليق آخر من نادية قالت فيه يعني كما قلت إيه بشاشة وشه دي وإيه الجمال ده فيه كمية شباب زيه قمة في التفوق والأدب ربنا يبرك لك يا دكتور إبراهيم أخيرا أحمد علق بتغريدة قال فيها على الأقل فرحت أبويا أول جملة قالها يعني إنه إبراهيم ذكر ذلك أولا ما فكرش في نفسه ولا قال شيء عن نفسه ولكن فكر بأبوه الله يوفقك وتفرح أبوك بالتفوق يا دكتور إبراهيم إحنا معنا من القاهرة مرسلنا أحمد مهران لأنه تعذر وجود إبراهيم معنا يعني في اللحظات الأخيرة نتيجة لبعض المشكلات الخاصة أحمد أهلا بك يعني أولا كم من إبراهيم موجود في مصر يتشاركوا نفس الظروف ونفس الأحلام ونفس البساطة يعني يعملون في مهم بسيطة لكنهم بيحققوا نجاح كبير في الدراسة 99.6% هل بالفعل حصل على منحة دراسية من رئيس جماعة القاهرة؟ هؤلاء كثيرون مروج كلنا نذكر العام قبل الماضي عندما حصدت الطالبة مريم المركز الأول في الثانوية العامة وهي ابنة حارس عقار وأيضا حصرت على منحة لدراسة الطب وهي حاليا تدرس في كوليت الطب وكانت تموذجا مشرفا في الواقع وإبراهيم امتداد لهذا الكفاح في الواقع ببساطته وحلمه وصبره وشعوره أيضا بالتكاليف وأعباء الحياة على والده وكيف أنه يعمل بائعا للفريسكا على الشواطئ لكي يساعد والده في تحمل أو جمع بعض ما تيسر من مصرفات الدراسة في الواقع قصة إبراهيم قبلت بتفاعل كبير في الشارع المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا لقيت استجابة سريعة للغاية من الحكومة المصرية مجلس الوزراء تواصل مع إبراهيم المتحدث باسم مجلس الوزراء تواصل معه وأيضا وزير التعليم العالي وجماعة الإسكندرية صدافت اليوم إبراهيم وتم إبلاغه رسميا بأنه حصل على منحة لدراسة الطب في جماعة الإسكندرية وذكرت أن محافظة جماعة القاهرة هي عذرا هي فعلا جماعة الإسكندرية شكرا للتصحيح أحمد تفضل جماعة الإسكندرية نعم تم تخيره بين عدة جماعات في الواقع منها إحدى الجماعات الأهلية الجديدة أيضا لكنه اختار جماعة الإسكندرية ليدرس الطب بها في منحة دراسية طوال فترة دراسته بالإضافة أيضا إلى دعم مادي قدم له من إحدى شركات الاتصالات في مصر في الواقع هي استجابة سريعة لأنه نموذج نادر في الواقع ونموذج بشرف وتمنى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن يكون إبراهيم مجد يعقوب الجديد في مصر في مجال الطب وليس مستبعدا وهناك الكثير ومصر ولدى يعني كما يقال دائما شكرا جزيلا لك من القاهرة مرسلنا أحمد مهران أشكرك